شاهدين دلوقتي دقات التاسعة وموجز لأهم الأنباء مع ليند عبداللطيفة فضلينك شكرا أحمد التاسعة بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد وقد هنأ الرئيس التونسي الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم دعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات وأن يديم على الشعب المصري نعمة الأمن والاستقرار وقد أعرب رئيس السيسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس التونسي على هذه اللفتة الأخوية متمنيا لتونس وشعبها كل التقدم والاستقرار والازدهار ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي الشراكة القائمة مع شركة إين الإيطالية للبترول وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية وخلال استقباله وفدا من الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي أعرب رئيس السيسي عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وموجها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي تعقابات قد تواجه أعمالها من جانبه أعرب رئيس شركة إيني عن تشرفه بلقاء رئيس السيسي مؤكدا على ما تمثله مصر من كونها من أهم الأسواق للنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جتماعا لمتابعة جهود تطوير مدينة شرم الشيخ وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب سبع عشرين المقرر انعقاده في نوفمبر القادم وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة الترتبات التي يتم إجراؤها للأعداد لهذا المؤتمر الدولي المهم وفي مقدمتها سير العمل بمشروعات التطوير بمدينة شرم الشيخ لافتا إلى ضرورة تنسيق بين مختلف الوزرات والجهات المعنية التي تقوم بأعمال التطوير للعمل على أن تصبح مدينة شرم الشيخ في أبهى صورة تنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي ببذل الجهود للعمل على نجاح هذا المؤتمر الدولي المهم أجرت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة راشا راغب زيارة للجناح المصري في أكسبو 2020 بدبي وذلك خلال زيارتها الرسمية لأكسبو كمتحدثة رسمية في القمة العالمية للحكومات وفي جولة في الجناح قام مدير جناح مصر بالمعرض خالد ميلاد باستخابها في المعرض الذي يحمل شعار أرض الفرص والازدهار يذكر أن الجناح المصري قد حاز على المركز الثالث في الترتيب بين الأجنحة الممثلة لدول العالم أعلن حاكم مقاطعة بيل جورد الروسية أن طائرتين هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفت منشأة لتخزين الوقود في مدينة بيل جورد بعدما عبرت الحدود على ارتفاع منخفض وأضاف حاكم المنطقة أن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة اثنين من العمال في حين تم إجلاء السكان بعض المناطق في المدينة الوقع بالقرب من الحدود مع أوكرانيا أعلنت روسيا أنها ستفتح اليوم ممرا إنسانيا لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبل الساحلية الوقع في جنوب شرق أوكرانيا وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم فتح الممر من ماريوبل إلى زابوريجيا مشيرة في بيان إلى أن هذا الإجراء اتخذ بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانوال مكرا والمستشار الألماني أولاف شولت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الوضع في جنوب بلاده وبمنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة وأكد زيلنسكي أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبل المحاصرة مضيفا أنه ستكون هناك معارك في المستقبل وأضف زيلنسكي أن القوات الأوكرانية دفعت الروس للتراجع من كييف وتشير نيهذ وهم مدينتان قالت موسكو أن الهجمات لن تركز عليهم بعد الآن كما أعلن الرئيس الأوكراني أنه قال أعقال إثنين من كبار المسؤولين في جهاز الأمن هما رئيس الأمن الداخلي ورئيس فرع الجهاز في منطقة خرصون نهاية مجزة التسانع والاستكمال باقي فقراء الصباح خير يا مصر بعد الفاصل